بعد ساعات فقط من إنتاج أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا تعرض هذا الإنجاز الروسي لانتقادات أهمها أنه لم يتجاوز الأطوار الثلاثة من التجارب السريرية اللازمة لتطوير لقاح آمن قبل طرحه لكن القائمين عليه ضحضوا هذه التهم وقالوا أن اللقاح آمن وفعال ويمنح مناعة مستقرة تفاصيل أكثر في التقرير التالي أعلنت روسيا عن جاهزية أول لقاح ضد فيروس كورونا القائمون على المشروع قالوا أن اللقاح يمنح مناعة مستقرة دون أن يعلنوا عن أي أثار جانبية رفقة شركائنا الأجانب نحن مستعدون لضمان إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاح سنوياً في خمسة بلدان ونخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية أكثر سننتج اللقاحات ليس فقط في روسيا وفي عدة بلدان أخرى أيضاً وفقاً لديمتري فقد تلقوا بالفعل طلبات لإنتاج مليار جرعة من عشرين دولة في العالم لكن هناك قلق وتردد في أوروبا والولايات المتحدة بشأن التسجيل على اللقاح وأنه لم ينجح في الجولة الثالثة من الاختبارات إن صنع لقاح وإثبات أنه آمن وفعال أمران مختلفان هناك نصف دزينة أو أكثر من اللقاحات في الولايات المتحدة وإذا أردنا المخاطرة وإذاء كثير من الناس أو منحهم شيئاً لا يساعد يمكننا البدء بذلك الأسبوع المقبل لكننا لا نريد كنت آمل لو أن يكون الروس أثبت حقاً أن اللقاح آمن وفعال لكن لا يوجد دليل على ذلك تشمل المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح عادة عشرات الألاف من الأشخاص وقد تستغرق شهوراً لكن هذه المرحلة هي التي تظهر ما إذا كان اللقاح فعالاً وآمناً فعلاً للمقارنة في الولايات المتحدة يشارك ثلاثون ألف شخص في مثل هذه الاختبارات تم اختبار اللقاح الروسي على القوارد والرئيسيات وستة وسبعين متطوعاً فقط إذا كانت التقارير التي تفيد بأن اللقاح قد تم اختباره على بضع عشرات من الأشخاص صحيحة فمن السابق لأوانه الموافقة عليه وتقييم ما إذا كان سيكون فعالاً أم لا في روسيا تقرر استكمال الدراسة بعد تسجيل اللقاح ويريد القائمون تطعيم مواطني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة نشر القليل جداً من البيانات والأدلة الخاصة بهذا اللقاح وقاعدته البيولوجية مذالت محدودة لتكون فعالة نحن نريد أن نعرف ما هي الجرع اللازمة كم مرة يجب إعطاؤها ما هي أعمار الذين تجاوزوا الاختبار يعمل الآن أكثر من 170 فريقاً من العلماء في بلدان مختلفة على لقاحات ضد فيروس كورونا في يوليو أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 6 عقا قيرة مرشحة وأصبحت في مرحلة متقدمة من التجارب وإذا اكتملت بنجاح فلن يظهر اللقاح الجديد إلا في بداية العام المقبل